سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولأن الحق واحد واضح أما الباطل فمتعدد فقد اجتمع السفهاء من الناس من مشرك كريش ومن المنافقين ومن اليهود على الطعن في الإسلام فقال السفهاء من مشرك كريش يوشق أن يرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا وقال السفهاء من المنافقين لو كانت القبلة الأولى حقا فقد ترك الحق ولو كانت القبلة الثانية حقا فقد كان على باطل واستشاط اليهود غضبا وقالوا إن كان محمد نبيا حقا لم يخالف قبلة الأنبياء من قبله وأتى جمع من سفهاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء والجهال وضعاف العقول من اليهود والمنافقين ومشرك العرب في سخرية واعتراض ما الذي صرف هؤلاء المسلمين عن قبلتهم التي كانوا يصلون إليها إلى بيت المقدس قل لهم أيها الرسول المشرق والمغرب وما بينهما ملك لله والله عز وجل يهدي من يشاء من عباده إلى الطريق القويم المستقيم